أصدرت سلطات الإندونيسية تحذيرا من احتمال وقوة تسونامي بعد أن وقع زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومترا وحسب مديرية الأرصاد الجوية الإندونيسية فإن مركز الزلزال يوجد في عمق 30 كم في منطقة تبعد بنحو 66 كم إلى الشمال الغربي من إقليم إيتشي وكانت هذه المنطقة قد تعرضت أواخر عام 2004 لآثار تسونامي بعدما ضرب الجزء الشمالي من جزيرة سومترا زلزال تجاوزت قوته 9 درجات على مقياس ريختر